اطلع قائد محور تعز اللواء الركن خالد قاسم فاضل على سير العمليات في الخطوط الامامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمديرية حيفان بمحافظة تعز والالتزام بالهدنة المعلن عنها بوذلك بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي وكما اطلع اللواء الركن خالد فاضل على خروقات الهدنة التي قامت بها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية من خلال قصفها العشوائية على الاحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المحافظة واشاد قائد محور تعز بما يبديه ابطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية من التزام للهدنة ووقف اطلاق النار في مختلف المواقع والجباهات واشدد على ضرورة التحلي باليقظة والجاهزية القتالية والتصدي بحزم لأي خروقات لأعمال وقف اطلاق النار اشتركوا في القناة